السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم عميني وحشتونها جدا. الاول يلا كلنا نصلى على سيدنا محمد. اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آلهي وصحبه اجمعين. النهاردة معنا مشروب شعير اكس اكس. فيه طبعا اللي اعرفو. فيه ما اعرفوش. تمام? اه المشروب دوت نازل بأربع بخمس آآ نكهات. آآ اللي هو اللي قدامنا دولت. وفيه آآ طعم تاني بس هو خلصان يعني. فجبت الاربع دولت. بس آآ عايزين قبل ما نبدأ الريبيو بتاعنا آآ ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد وآآ ما تنسوناش في اللايكات وفي التعليقات عشان تعليقاتكم تهمنا جدا وبتدينا افكار يعني. تمام. هو في الدينة ده هنكمل. او نكمل في القناة. تمام? المهم المشروب دوت اللي هو ده مشروب شعير. تمام? فيه منه اناناس. فيه منه رمان. فيه منه طفاح. وفيه منه خوخ. والطعم الخامس اللي انا ملتوش. آآ شعير صرف. يعني من غير اي حاجة. هو شرب شعير. وما تضاف ليه الاربع نكهات ديت. الخامس بتاعهم شعير صرف. هو ما كتوب عليه شعير فوار. خالي من القحول. اهو. مش هتباين بقى في الكاميرا ولا لا? تمام? فاللي جربه طبعا عارف طبعا الاكس اكس ايه? تمام? آآ واللي مجربوش هنجرب دلوقتي مع بعضينا. احنا نفسنا احنا اول مرة نجربو. تمام. يعني اول مرة نجرب المشروف ده. بس حبينا اول مرة ان احنا نجربو يعني معاكم وصدقوا عشان برضو نقول لكم ايه رأينا فيه ان كان برضو حلو ولا مش حلو. آآ فيعني ديت بقى اول تجربة برضو لنا. بس هتبقى اه طبعا فيه اللي شافه طبعا لسه نجربوش فيه ما يعرفش بسه الاكس اكس ولسه ما برضو مجربوش فاحنا هنجربو دلوقتي نفتد بقي يا شيمو. آآ هو دعب ايه? ده خوخ. طب نمتع بالخوخ كده. طب اوكي. اصلا اصلا يا ما انا من يعني انا بحب الشائر جدا. بحب كل مشروبات الشائر. مهم. فيا يا رب بقى يعجبني عشان ابقى وشعه على طول. يا رب. انا كده بالخوخ الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. الازازة الكنزية سعرها مش غالية خمسة جنيه برضو. نفس السعر بتاع اي كان زيها. هي راحتها حلوة. راحتها قوية جدا. اهو. راحتها حلوة. وطعمها على فكرة جميل. احلى واحلى. حلوة. كل حاجة مزبوطة فيها على فكرة. حلوة. انا اصلا يعني الشائر بالذات بحبه بس دي طعمها جميل. جدا. والخوخ مزبوط فعلا فيه جدا قوي. اهو. ده حلو. لو ما بيحبش مسلا طعم الشعير اه سير في الحاجة. لا اهاتها وانت متطمن. الخوخ اه مزبوط فيها جدا كسيرها بمعنى صح. تمام? ندول الاناناس الاول. حاضر ندول الاناناس. يعني الخوخ والاناناس دول اكتر حاجة في مشروبات الشعير موجودين. في شركات كتيرة. الخوخ والاناناس. تمام. فانا ما خليها النوعين اللي هم مش النوع اللي هو التفاح الاخضر ده ده ما شفتوش قبل كده في مشروب شعير. لكن الرمان الرمان شفته قبل كده برضو في مشروب شعير. اه فعلا. اه جربته قبل كده في مشروب شعير من شركة تانية. بس الطفاح اللي اخدر اول مرة هبقى بقرب يعني. عشان كده شكلك هتخلى الطفاح الاخر. اه عشان اعرف. ده اللي هو الاناناس. الاناس. ريحتو حلوة. جميلة جميلة. على فكرة يا جماعة عمر ما بيحبش الشعير. اطلقا. بس انه هو يعجبوه فهو يعني. عشان كده اه. عشان كده انا كنت بشرح لهم بقول لهم اللي ما بيحبش الشعير سر. الطعم اللي محتوط على الضاف للشعير. سواء بقى للطفاح او الخوخ او الاناناس او رمان. هو اللي احنا دقناهم دولة. لأ دول كسرين الحاجة بتاعت الشعير. يعني منها ان انت تستفاد بالشعير. انت مسلا تهدو ما عايز كده او تحب تشرب الشعير او الكلام ده. ومنها ان انت الطعم اللي هو الاضافي دوت موجود فيه وكسر لك الطعم بتاعه. هنجرب التفاح يا الله. ما احنا قلنا التفاح الاخر. اه صح انت بتفاح الاخر انا ننسيت. نجرب الرمان. اه هم 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 شكلهم على فكرة لون واحد. الرمان لون اصفر بس هو تقريبا ايه عشان لون الشعير خلي بيعليك. ايوة كلهم لون واحد على فكرة فكرة. بس الريحة بقى اللي بتختلف. حلو. طعم الرمان برضو مزبوط فيه. نعم حلو. جدا. كده احنا تتضينا. الطفاح. انت قلت خليل الاخر صح كده. لانه فعلا انا ما شفت الشركات عاملة عاملة تفاح الاخدر ده خالص. يعني اول مرة اشوف شركة عاملة شعير تفاح اخدر. غير ليك اللون يا ستي. لا ده هو هو. اه على فكرة كل مشروبات الشعير لنفس اللون. اه نفس اللون فعلا. اه اه كلهم نفس اللون. تحتي تفاح. حلو جدا. هو كويس بس اه. نا عجبني. التفاح زي يعني ايه? اه طعم التفاح طغي قصم على الشعير. ايوة هو ما هو ما هو ما حطيني الطعم الاضافي ده بالنسبة للشعير عشان اللي بيحبش الشعير صرف بيكسر بس انا ممكن يكون الطفاح مش بيشدني قوي بالنسبة بالنسبة للحاجات كتير. هو ممكن اللي انا هفاهمك. البقين اللي احنا دقناهم ان كان الاناناس ولا احنا دقنا الحوخ. اه. واناناس ورمان. اه الطعم طغي قوي على الشعير ونسبة السكر في يعني عالية شوية فممكن تكون عجبت عمر عشان كده. اما التفاح فهو يعني اه يعني مزبوط مزبوط ما بين ما بين الشعير وما بين التفاح. فممكن يكون اه عشان كده ما عجبكش شوية. لأ النسبة بتاعته اه اه انا بتقريب نسبة التفاح محطوطة ازيد من التانين دول. لأ. هي متوازنة مع الاتنين. انا مش حارف انا حاسس ان هي محطوطة ازيد من اه اسف ازيد من التلاتة التانين. وده على فكرة كويس لان هو التفاح اصلا في طعم بتاعته ضعيف شوية. فممكن يكون مزودين النكا بتاعته او الطعم بتاعته. عشان خاطر ان هو ايه يكسر طعم الشعير. وده برضو حاجة برضو تتحسب ليه ومش حاجة وحش يعني. اقصد. انت فهمها? بس. بحنا كده معنا التفاح. اه. التفاح طبعا. اه. تفاح الاخضر. اه. اه. وقادي الخوف. تمام. وقادي الاناناس. الاناناس. تمام. وقادي الرمان. الرمان. اه هم حلوين جدا يا جماعة. اه. يعني الاربع اطايمها فعلا ان كان دا ولا دا ولا دا. الاربع اطايمها كويسين جدا. على فكرة اللي بيحب التفاح عمتا. اه يجيبه. هيعجبه. بس هي بتبقى ازواء. يعني انا مسلا التفاح مسلا ممكن مكونش بيعجبني. او مش اي حاجة اشربه في التفاح. بس هو كويس. كبالنسبة لشرب شعير. انت لو مكسور بطعم التفاح. لا هو ممتاز. كويس. يعني ازا الاربع ممتازين. فعلا يعني نكحة ان هي تطلع طعم ممزوج ما بين الصمرة مسلا. واكيد الناس برضو اللي دقيته عارفة الكلام ده. اه طبعا. يعني اكيد الناس اللي جربت المشروف ده اكيد عارفة كلامنا ده وطبعا اكيد عجبها بقى يعني الطعم اي حاجة من دول. بس احنا بنتكلم على اساس بالنسبة لنا احنا. وبالنسبة ان في ناس ممكن ما تكونش جربته. تمام. او لسه ما تعرفوش. احنا كل ما علينا. احنا بنبين المنتج. تمام? سواء مسلا تعرفه او 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 مسلا سمعت عنه او كده. بنبين المنتج بنشوف الطعم. بالنسبة لنا برضو احنا اللي اتنين يعني برضو ممكن يكون الزوء بتاعنا ما بيرضيش كل الناس. تمام? فانت برضو لو عايز او حضرتك مسلا عايزت تجربي المشروب جربيه هو كويس. مش وحش. تمام? وبرضو انت ليك برضو القرار النهائي. ان انت مسلا المشروب مسلا انت بحكم عليه كويس او مش كويس. فدي هتبقى حاجة راجعة للزوء الزوء بن ادم البشرة بالحاجة. ما احنا عمتا في كل الفيديوهات اللي عملناها قبل كده يا جماعة ليكم عن اي ريفيو عن اي منتج اه سواء كان قديم اه سواء لسه ظاهر او كده. كنا دايما بنقول لكم ان ده رأيينا احنا. يعني لو كان في حاجة كويسة قلنالكم عليها كويسة او في حاجة ما عجبتناش دايما كنا بنقول لكم ده رأينا احنا. تمام. لان ممكن اللي احنا قلنا عليه فعلا مش حلو ممكن يعجب ناس تانية. صح. فعلا تمام. اه يعجبهم. فاحنا دايما بنقول رأينا احنا. بعد كده طبعا اه لما انت اللي بيجرب بقى اللي بيعجبه اللي ما بيعجبوش برضو يعني عمر دلوقتي مع التفاح ما عجبوش قوي. تمام. اه على العكس. اه عجبني. عجبش وممكن يأجب حد تاني. تمام. وممكن ما يأجبش برضو حد تاني وكذلك بقية الاطعمة. هو مش هكات ما عجبنيش بس ممكن يكون زي ما قلت ايه الطفاح ما بشربوش في اي حاجة يعني. ما وده اللي انا بتكلم في اه. فهي دي بقى. اه. هي دي بقى حتة الزوء. هي دي بقى حتة الزوء. انا بستله مسلا لمشروب معين باشربه او بلاقيه مسلا في كزا شركة بتعمله طعم معين بستناه. او لا انا مسلا بستزرفه وانا واشربه. هو ده الحاجة اللي انا اصدع عليها. بس انا فعلا عمتا لان انا قلت لكو انا من نواة اصلا مشروب الشعير. اه ما اصدفنيش خالص التفاح دي. طب انا انا في الارباح عجبك اكتر. هما كلهم حلوين. اه بس انا هقول لك ممكن يكون عجبني اكتر اه الخوخ. خح. الخوخ. بس هما كلهم حلوين. كلهم حلوين. يعني لو ما توجدش الخوخ ممكن اشرب اي نوع تاني. تمام. بس الاكتر عجبني. الخوخ بتاعهم فعلا ممتاز. ممتاز ممتاز ممتاز. يعني لو عايزين تبتدوا بحاجة من دولة. يعني انت برضو عادة بك الخوخ. اه لو عايزين تبتدوا بحاجة من دول ابتدوا بالخوخ. الخوخ هيجبكم جدا على فكرة. زي دي ان هو فيه طبعا لغة الشعير اللي هو السيرف ده ده لو الناس مسلا لو بيحب يشرب الشعير سيرف من غير اي اضافات او كده. اللي هيحبه الناس اللي بتشرب البريل. اه مسلا. هم اللي هيحبوا المشروب الشعير الناس اللي غاوية البريل لو بتحبوا بتحب تشربوا هيعجبهم اللي هو الشعير السرف ده اللي هو ما بفوش اي نكات ولا اي قطعمة. زي دي ان هي طبعا مش غالية سعرها زي سعر اي كنزة تاني سعرها خمسة جنيه تمام. والشركة بصراحة نكحة ان هي تقدم حاجة كويسة وحاجة محترمة وبالتوفيق ليهم ان شاء الله. ان شاء الله. بس. وده كان اخر الفيديو بتاعنا. ان شاء ما نطولش عليكم. يا رب يكون دمه خفيف كده عليكم. وان شاء الله استنونا في فيديوهات تانية. وكتبونا بقى يعني ادونا افكار. يعني في التعليقات اه اكتبونا ادونا افكار. لو في منتجات انتم شفتوها. اه تكون اه قديم من من حاجات الزمن الجميل القديمة. حاجة موجودة دلوقتي. اه اه. وعايزين مسلا نتعمل اكتبونا واحنا هنجيبها وهقولكم رأينا برضو عليها. بازن الله. بس. وانتبقوا بقى في رعاية الله. واستنونا بقى فيديوهات جديدة. بازن الله. السلام عليكم.